اسمع هذه الرواية هذا الإنسان من أول حلقة افترى علي الكذب ووضع في غلاف المقطع صورتي ومكتوب الاستواء والنزول نقاشات بيزنطية هذا تمهيد لتكثيري تعريضي طيب أنت كل التكثير اللي نسبت لنا وتقول إن البخاري أن ابنتيني رحمة الله عليه يقول كذا من قال كذا يستتابه أن لا يقتل وتنسب لنا أن ينطبق علينا هذا الكلام وترجع تقول في نفس الحلقة هذه تقول خوارج والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقتل أنه قتل عاد الآن تأتي إلى هذا وتقول تعريض بتكثيرك وأنت ما تستطيع أن تأتي إلى المسائل كما هي حتى تلبسها بلباس تلبس به على الناس أنت أجهل من أن تكفر في تكثيري كيف الاستواء والنزول الواردة في شرع الله نقاشات بيزنطية هذا استهزاء في دين الله وأنا لم أقول هذا وهذا والله كذب أي إنسان عنده عقل حتى أحيانا بعض الناس ممكن يقول كيف تقول نقاشات بيزنطية هذا إنسان الذي تنطلع عليه هذه الأكاذب لا عقل أي إنسان عنده عقل يدرك أن المقطع الذي ذكرت فيه هذا الأمر كنت أتكلم فيه عن أولئك الذين يؤولون الصفات هدان الله وإياهم ويحاولون أن يفهموا يعني الذين يؤولون الصفات ويحاولون أن يفهموا هؤلاء يناقشوا النقاشات بيزنطية أن تتهزأوا بهم والنووي أول هذه الصفات كيف ينزل الله سبحانه وتعالى النووي الذي تقول عنه إمام حاول أن يفهم هذه الصفات وناقش هذه النقاشات إذن النقاشات النووي هذه مستهزئة بها كنت أتكلم فيه عن أولئك الذين يؤولون الصفات هدان الله وإياهم ويحاولون أن يفهموا كيف ينزل الله سبحانه وتعالى ومحاولت أن يعرفوا كيف ينزل الله صعبت على عقولهم فنفوها وأولوها فقلت هذه النقاشات في فهم كيفية النزول والاستواء هي نقاشات بيزنطية أما الاستواء والنزول فهو حق وشرع من عند الله سبحانه وتعالى لكنه افترى علي الكذب الآن يفعل الشيء نفسه طيب إذن أنت تقول إن نقاش عن كيفية النزول وتأويل كيفية النزول وتأويل عفوا إيش قلت حتى لأن عقولهم فنفوها وأولوها فقلت هذه النقاشات آه الذين نفوها وأولوها في فهم كيفية النزول والاستواء هي نقاشات بيزنطية نقاشاتهم هذه بيزنطية في فهم كيفية النزول طيب أنا أريد منك شيئا بسيطا أنا إذا كنت أخطعت بحقك أنا سأعتذر وما عندي أي مشكلة لكن تقول لنا صراحة الكلام الذي فهمناه من حلقتك أنك تقول إن النقاش مع الأشعارية في نزول الله سبحانه وتعالى هذه نقاشات بيزنطية وقيام الليل أولى منها هذا المفهوم من سياق كلامك فنريد كلاما صريحا الرد على الأشعارية في هذه الجزئية في جزئية إثبات أن الله ينزل الرد على الأشعارية ونقاش الأشعارية في هذا لإثبات الحق هذا لهم بالنسبة لك لا يعد لا يعد تنفي أن يعد هذا نقاشا بيزنطيا هذه أولا ثانيا أن تقول إن نقاش النووي حول حديث النزول فعلا ينطبق عليه أنه نقاش بيزنطي كلام النووي في حديث النزول وتأويله وتحريفه كان نقاشا بيزنطيا إذا قلت هذا ففعلا سنفهم فعلا كلامك الآن حق وأنا أكون أخطعت بحقك وسأعتذرك وسأحذف هذه الجزئية من المقطع وغير صورة المقطع وأفعل ذلك تدينا لله سبحانه وتعالى وإحقاقني الحق لكن أن تعرض عن هذا يعني إذن أنت الآن تتلاعب بالكلام على فكرة أريد فقط أن يكون هذا مثلا بشيء بسيط ترسله لي برسالة عن طريق أحد تكتبه بتغريدة بتويتر لكن مو تروح تعمل مقطع ساعتين وكذا مش أن نسمعها لك يعني ترى أذاننا أوقاتنا ليست بهذا ففعليا أنا سأعتذر المستعد للاعتذار ولحذف ما قلته وتغيير صورة الفيديو إذا فعلا أثبتت أن نقاشنا مع الأشعارية في إثبات النزول ليس هو نقاش بيزنطي وأن النووي وأمثاله وبن حجر وكذا لما هم الذين ينطبقوا على كلامه النقاش بيزنطي هذه لا أطالبك بها تحديدا لكن أريد أن توضحها لنا لكن توضح لي الأولى حتى ما أشترط عليك شيء ما تستطيع فعله توضح لي فقط نقاشنا مع الأشعارية في إثبات النزول هل تعده نقاش بيزنطي ولا لا محاوراتنا للإشعارية وردولنا عليهم في إثبات النزول هل هو نقاشات بيزنطية ولا لا يجوز أن يقال إنها نقاشات بيزنطية هذا الذي أريد منك أن تقوله فقط وأطلب منك طلبا خارج عن شرطي لمسح ما قلته هذا طلب آخر أن تقول لنا النووي حينما حرف النزول كان نقاشه بيزنطيا ولا مو بيزنطي شان نفهم البيزنطية ترجمة نانسي قنقر